بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم في فيديو جديد الحقيقة طلبت مني إحدى المتابعات جدول لتنظيم حياة المرأة العاملة ومذاكرة الأولاد وأعمال البيت ويتطفق دمعة شغلها والحقيقة إن أنا طول الفترة اللي فاتت دي من ساعة ما طلبت مني وأنا بحاول ألاقي جدول ينفع كل الناس طبعا استحالة لكن أنا جمعت شوية نقاط كده أقدر أساعدهم بيها أنا الحقيقة عملت الموضوع ده قبل كده لكن اتكلمت عموما عن تنظيم الوقت المرأة العاملة لكن كجدول من الساعة كذا للساعة كذا حعمل كذا ده لازم كل واحدة تعمله بإدها لكن في نقاط أنا ممكن أساعدك بيها على أساس تعملي أنت الجدول ده حسب ظروفك وحسب وقت عملك وحسب عدد أولادك وحسب ظروفك وظروف بيتك كلها تمام؟ لأن زي ما قلت مفيش بيتين بيتفقوا في كل الظروف دي أولادها كبار دي أولادها صغيرين دي بتشتغل من الساعة 9 دي بتشتغل من الساعة 7 دي بتشتغل لغاية 3 دي بتشتغل لغاية 5 كل واحدة وليها ظروفها وظروف زوجها وظروف بيتها تمام؟ لكن مش هطول عليكم هنبتدي على طول لو ندخل في الفيديو مجموعة نقاط كده هنساعد بيها وانت على طول هتقومي تعملي جدولك بنفسك تمام؟ أول نقطة زي ما دايما متعودين الاستعانة بالله لازم لو عندي أي مشكلة أي موضوع أي حاجة عايزة أعملها تكون حاسة أنها كبيرة قوي علي أو حتى لو تقيلة علي لازم أستعين بالله من غير الاستعانة بالله صدقوني محدش يقدر يعمل حاجة كل الحاجات وكل القوة بنستمدها من ربنا تمام؟ هنستعين بالله هنقول اللهم إني استعنت بك فأعيني تمام؟ هنسمي كده وهندعي يا رب تاني خطوة الدعاء هندعي يا رب عني علنا فيه يا رب خلي ولادي كويسين يا رب وسع رزقنا يا رب اصلح أحوالنا يا رب تصلح أحوال ولادي كل اللي انت بتتمنيه وبأسلوبك ادعيه لربنا حاجة كمان في الموضوع ده في النقطة دي أما تيجوا تناموا انت وزوجك يا ريد تسبحوا 33 تحمدوا ربنا 33 تكبروا 34 هي دي النصيحة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام نصح بيها السحابية اللي راحت تسأله تمام؟ أو لزوجها لما راح يسأله خلاص تاني خطوة بقى هندخل بقى في الحاجات العملية مش الحاجات الروحانية تمام؟ هنبتدي اليوم من بالليل من بالليل قبل ما ننام قبل ما نسبح وقبل ما ندعي وقبل ما كل ده هنعمل قائمة بالمهام بتاع التاني يوم تمام؟ يعني الصبح هتوضى وصلي هعمل الفطار هروح شغلي أو لو فيه وقت قبل شغلي أوك هنا بقى بيختلف واحدة من واحدة تمام؟ هجهز القائمة اللي أنا عايز الحاجات اللي أنا عايزة أعملها بكرة بإذن الله تمام؟ تجهيز الفطار عايزة أعمل أكل معينة طلع له حاجة من الفريزر عندي أكل بيت ممكن أدزله من الفريزر للتلاجة من تحت حسب ظروف كل واحدة تمام؟ طيب هجهز القائمة هزاكل لولادي إيه؟ هعمل إيه؟ هنضف إيه؟ هروأ إيه؟ كل الحاجات اللي أنا عايزة أعملها ولقيها حاجات كتير جدا هعملها وحكتبها في صورة نقاط كده وفرغ دماغي منها خالص خلاص؟ تالت حاجة اعملي حسابك إنه هو لما يكون الأكل على النار أنت بتعملي حاجة تانية يعني أنت بتحطي الأكل على النار عشان يسخن به عشان يتطبخ عشان أي حاجة بتروأي المطبخ مثلا بتعملي بتخسلي موعين بتخسلي بتروأي قوضة بتعملي أي حاجة وأكل على النار عشان كده برضو ماينفعش أقول من الساعة كذا للساعة كذا هعمل الغداء ماينفعش لا أنا بعمل حاجتين في وقت واحد بحط غسيل بروأ حاجة بخسل موعين أي حاجة من الحاجات دي خلاص؟ تالت أو رابع حاجة يوم الأربع اكتبي قائمة بأكلات الأسبوع وبالحاجات اللي نقص عندك تمام؟ من الجمعة للخميس وهقول لك بعد كده في آخر الفيديو إزاي توفري وقت من موضوع الأكل ده تمام؟ يوم الأربع نكتب قائمة بالأكلات اللي هنعملها طول الأسبوع من الجمعة للخميس تمام؟ رقم خمسة وانت جاية من الشغل طبعا انت كدب القائمة تمام؟ قائمة الأكلات يوم الخميس بقى وانت رجعة من الشغل هاتي الخضار أو المتطلبات مستلزماتك كلها وانت جاية جزء منها ولو جوزك يقدر يجيب جزء تاني اكتبي له برضو قائمة يجيبها معايم الخميس وهو جاي خلاص؟ كل حاجة تنقص عندك في المطبخ اكتبيها علشان القائمة بتاعت يوم الأربعة دي نقصني رز اكتبه نقصني منظفات اكتبها نقصني أي حاجة في المطبخ عطارة أي حاجة هكتبها لازم يكون فيه ورقة أو ألم في المطبخ تمام؟ عشان عبال ما تروحي بقى للورقة أو الألم هتكوني نسيتي هتكوني شوفتي أي حاجة تانية ونسيتي أنا عارفة الكلام ده تمام؟ رقم ستة حددي لنفسك كل يوم من ضمن المهام دولك أنت عارفة هتصحي إمتى؟ هتقومي إمتى؟ يارك تصحي بدري طبعاً من الساعة كذا للساعة كذا هتحضر الفطار من الساعة كذا للساعة كذا هتعملي إيه؟ كل الحاجات دي من ضمنها في أثناء اليوم حددي لنفسك نص ساعة استرخاء مش هقول نوم ممكن ما يجيلكش نوم لكن استرخي كده وعلشان تفضي دماغك قوي أثناء الاسترخاء ده سباحي اعمل لنفسك ذكر معين كل يوم بحيث أن أنت تسترخي تماماً وما تفكريش في أي حاجة هتقولي أنا أولى بالنص ساعة دي لأ النص ساعة دي هتفرق معاك كتير هتفرق في الطاقة بتاعتك في الراحة في حاجات كتير هتفرق معاك وجربي بنفسك تمام؟ رقم سبعة الحقيقة النقطة دي أنا كنت بعاني منها في شبابي كنت بكاركب كل حاجة يوم الجمعة لأ بلاش تعملي كده خالص تنظف يوم الجمعة وتخسلي يوم الجمعة وتذكر للأولاد وكل الكركبة دي لأ احنا هنقول هنعمل لنفسنا جدول عشان نرتاح يوم الجمعة نرتاح نفضي دماغنا شوية كده ونقعد قعدة أسرية مع بعض ونبقى مبسوطين كده ومرتحين يوم الجمعة ناخد أجازة احنا كمان مش احنا طول الأسبوع شغالين ونيجي يوم الجمعة نهد نفسنا كمان لأ حقيقة الحكاية دي كانت بتتعبني جدا فبلاش تعملي كده تمام؟ حتى لو مش هتخرج مع أولادك أو مع زوجك ممكن نشوف فيلم مع بعض ممكن نعمل أكلة حلوة مع بعض ممكن نعمل حاجة حلوة مع بعض كيكاية تورطاية أي حاجة المهم دماغنا تبقى ريئة واخدين أجازة بمعنى الكلمة أنا ولادي وزوجي تمام؟ يبقى يوم الجمعة مش هكركب فيه الدنيا لأ أنا هرتاح فيه حتى لو عملت طبخة لكن هبقى مرتاحة كده مش هعمل ميت حاجة طيب وانتي بتجهزي قائمة المهام بتاعت بالليل دي اكتبيها بقى بالورقة والألم واكتبيها بالموعيد يعني من الساعة 6 للساعة 6 ونص هدخل الحمام من 6 ونص ل7 هجهز الفطار من 7 ل7 أو 10 هتصحي الأولاد وهم الأولاد في الحمام بعمل كذا كل ده هتكتبيه في جدولك حسب ظروفك وحسب ظروف جوزك وولادك وإمكانياتك وكل حاجة تمام؟ طيب رقم 9 يا ريت لو الأفراد الأسرة لو أولاد الكبار شوية يعني يعملوا لنفسهم أو يعملوا لك نص ساعة يساعدوك فيها نص ساعة لو الوقت يسمح بأكتر من كده أوكي لكن نص ساعة مش هتفرق معهم عوديهم أن هما يعملوا لنفسهم أو يعملوا لك أنت نص ساعة دي يحددوها هما في أي وقت يساعدوك فيها تمام؟ ممكن قوي نص ساعة دي مش كلهم مع بعض ممكن نص ساعة في الوقت ده للإبن ده نص ساعة في وقت تاني لإبن تاني وهكذا تمام؟ من رقم 11 نامي بدري لازم عشان تقدري تعملي كل الحاجات دي تنامي بدري عشان تقومي بدري نشيطة وكلك حيوية كده وطاقة تقدري تعملي كل المهام بتاعتك بسهولة الحقيقة أنا نسيت أهم حاجة في الفيديو ده كله قبل أي حاجة لازم نعرف أن إحنا مسؤولين قدام ربنا عن بيتنا وزوجنا وتربية أولادنا مش مسؤولين أبداً عن الفلوس اللي حنجيبها مش مسؤولين أبداً عن شطارتنا في الشغل يعني مش بقول معنى كده أن إحنا نبقى فشلين في شغلنا لا لكن أهم من شغلنا بيتنا وأولادنا وزوجنا تمام؟ الزوج والبيت والأولاد مسؤوليتنا كسيدة قبل أي حاجة تمام؟ كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعيته المرأة مسؤولة في بيت زوجها عن رعيتها ومسؤولة قدام ربنا بالكلام ده ربنا مش هيسألك بقى شغل كنت شطرة فيه ولا لا يعني الأهم بيتنا وأولادنا أهم من أي حاجة لو بيتنا متعارض أو شغلنا متعارض مع بيتنا لأ نحن نعيد نظر ونقف وقفة لكن ندي الأهمية القصوى لأولادنا أو لبيتنا إحنا مش مش مرابين مثلا صور يعني فراخ أو قطة أو كلب في البيت لأ إحنا مسؤولين عن تربية أبنائنا مش مسؤولين نجيب لهم فلوس وأكل وشرب ولبس وبس لأ أهم من ده كله الأولاد تربيتهم تمام؟ طيب لو حبة النقطة اللي بعد كده لو حبة تعملي أكل بالأسبوع وتفرزي وتخليه في التلاجة ماشي لكن لو اليوم بتاع الأكل وتفريزه ده حيستهلك طاقتك قوي وحيتعبك قوي ويرهقك قوي ويرهق الميزانية لأ بلاش إحنا هنقول إزاي نمشي موضوع الأكل ده تمام؟ طيب النقطة اللي بعد كده عودي أولادك يعملوا جدوى لنفسهم برضو زيك بالظبط من بالليل من الساعة كذا للساعة كذا هقوم النوم هروح الحمام هلبس هزاكر المادة الفلانية هسترخي شوية هساعد ماما شوية هرتب قطي شوية كل الحاجات دي مهمة جدا يتعودوا في تفكيرهم كده تفكيرهم يبقى منظم ويرتبوا يومهم من صغرهم ده التخطيط اللي لازم يتعودوا عليه من صغرهم تمام؟ طيب لو عايزة تنظفي قوضة مثلا في ظل ده كله وانت بتشتغلي طبعا ومش هتشتغلي مش هتكركبي الدنيا يوم الجمعة طب اعمل ايه خلي يوم يكون عندك اكل اعملي في القوضة دي اليوم ده هيكون عندك اكل ومش هتدخلي المطبخ خالص غير عشان تسخني نظفي القوضة دي واعملي حسابك برضو ممكن او تجزئيها على ثلاث ايام على اربعة ايام حسب قدرتك في اليوم ده نكوني مخططة من الاسبوع من يوم الاربع او من يوم الجمعة قائمة مهام اسبوعية انا في الاسبوع ده عايزة نظف القوضة دول طيب هنظف القوضة دي على ثلاث ايام وده على يومين وهكذا عايزة هنظف الحمام الحمام والمطبخ الحمام وقوضة معينة كل ده من يوم الجمعة هكون مخططة في خطة اسبوعية هعمل كل يوم منها حاجة تمام والايام اللي هنظف فيها هيكونوا عندي اكل خلاص طيب النقطة اللي بعد كده يا ريت لو انتي قبطي او معاكي فلوس يعني فأول الشهر كده عصاجي كيلو لحمة مفرومة او نص كيلو اللحمة المفرومة ده عصاجي والنص التاني اعمليه كفتة طبعا الحاجتين دول مش هياخد وقت منك في يوم الخميس او في يوم الجمعة او في اي يوم تمام ده حيرياحك جدا في اثناء الاسبوع ممكن اوي الكفتة دي تطلعيها تسويها وتوفر يوم تكوني مرتاحة فيه وممكن اوي العصاج ده تعمليه زي ما قلت قبل كده كتير اكلات كتير تكون موفرة وتكون سهلة عليك ما تخليكيش تقفي في المطبخ كتير تمام طيب النقطة الاخيرة وتعتبر دي نقطة مهمة جدا وحتريحك جدا طول الاسبوع اتبغي طبخة حلوة كبيرة كده يوم الجمعة مثلا خضر ولحمة شوف انت بتحبي ايه بس طبخة تكفيكي يومين واول ما تنزلي الطبخة دي من على النار وتبرط كده شيلي منها علبة في الفريزر تمام طيب احنا كده شلنا علبة في الفريزر لوقت لزوم يوم التلات ان شاء الله اعملي برضو طبخة كبيرة تمام وبرضو المدة يومين وشيلي منها نفس الموضوع كده يومين طبخنا فيهم واكلنا فيهم اكلة كويسة بقوا اربع تيام لان كل طبخة اليومين تمام التلات تيام تانين اكل اقتصادي اكل باربع معالق لحمة وفرومة اللي هي العصاج الكفتة العلب اللي حطتها في الفريزر كل ده حينفعنا في الايام التانية يبقى انا عندي اربع تيام باكل اكل كويس وما طبختش غير يومين والتلات تيام التانين بطلع فيهم اكل جاهز عندي وبعمله بسرعة جدا ومن غير مجهود وبوفر وقتي لحاجات تانية تمام يارب تكونوا استفدتم الفيديو ده ويارب اكون قدرت اعمل حاجة وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد احبكم جدا واتمنى تقولولي في التعليقات رأيكم واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله الف سلام اشتركوا في القناة